مرحباً بكم في هذا الفيديو التدريبي عن السامبي كورت توربو هالر. هذا الفيديو تعليمي أعدته وانتجته شركة أسترازينيكا. التعليمات الأتية مقدمة للمرضى الذين تم وصف السامبي كورت توربو هالر لهم للحصول على مزيد من المعلومات حول دوائهم وتسهيل استخدام الجهاز التوربو هالر. لا ينبغي اعتبار هذه المعلومات توصية من قبل أسترازينيكا لاستخدام السامبي كورت توربو هالر لذا يرجى استخدام الدواء تحت إشراف الطبيب. هذا الفيلم التعليمي يشمل الاستفادة الصحيحة لهذا الدواء واتباع المراحل الآتية بشكل صحيح يمدكم بأقصى الفائدة. ستتم الإجابة على العديد من الأسئلة الخاصة بك في هذا البرنامج التعليمي لذلك يرجى متابعتنا حتى النهاية. هذا الجهاز يتكون من أربعة أجزاء. الغطاء الخارجي زر المنظم هيكل الجهاز والفتحة الأمامية أدر الغطاء الخارجي وقم بفتكه. يجب تدوير الغطاء الخارجي من على هيكل الجهاز ليتم فتحه. يجب أن تمسك الدواء للأعلى بحيث يكون زر المنظم الأحمر نحو الأسفل. قبل استخدام التوربو هالر لأول مرة يجب تفعيل الجهاز. أمسك هيكل الجهاز بيد واحدة وباليد الأخرى أدرس صمام حتى النهاية. عندها سوف تسمع صوت طاقة ويصبح التوربو هالر جاهزاً للاستخدام. عند أخذ كل جرعة يجب عليك إدارة الغطاء الخارجي وفكه. أمسك التوربو هالر نحو الأعلى. قم بمسك الجهاز بيد واحدة وباليد الأخرى أدر زر المنظم في الاتجاه الذي يسمح بالحركة حتى النهاية. حينما تصيد إلى النهاية أدر نحو الاتجاه المعاكس حتى يتوقف وتسمع صوت طاقة. الآن تم تحميل التوربو هالر بجرعة واحدة. أدر رأسك بعيداً عن الجهاز وأفرغ الهواء الموجود بصدرك إلى الخارج أي بشكل زفير. ضع الفتحة الأمامية في فمك وأطبق عليها محكماً بشفتيك. خذ نفساً قوياً عبر التوربو هالر وادفعه عميقاً إلى صدرك. الآن يمكنك أن تتنفس بصورة طبيعية ولكن من الأفضل أن تحبس أنفاسك لبضع ثوان إذا استطعت. أعد الغطاء الخارجي إلى مكانه الأصلي على الجهاز. يسمى هذا الجزء من هيكل الجهاز بمؤشر الجرعات وهو يوضح الجرعات المتبقية في جهازك. على سبيل المثال، إذا كان دواءك يحتوي على 60 جرع سترى هذا العدد على العبوة الخارجية وعلى الغطاء الخارجي أيضاً. لتتمكن من معرفة عدد الجرعات التي يحتوي عليها الجهاز الخاص بك. عند فتح العبوة سوف يظهر مؤشر الجرعات الرقم 60، مما يعني أن الجهاز يحتوي على 60 جرعة. مع كل استنشاق سيتحرك مؤشر الجرعات ببطء شديد لذلك لن تستطيع رؤية هذه الحركة. بعد استخدام عشر جرعات سيظهر خط وهذا يعني أن لديك خمسون جرعة متبقية. بعد استنشاق عشر جرعات أخرى سترى الرقم 40، بعد العشر جرعات المقبلة سترى خطاً، مما يعني أن لديك 30 جرعة في جهازك. وبعد استنشاق عشر جرعات أخرى سترى الرقم 20، وبعدها ستبدأ برؤية لون أحمر في شاشة مؤشر الجرعات، مما يعني أن لديك أقل من 20 جرعة متبقية. عندما ترى الرقم 0 في منتصف اللون الأحمر الذي يملأ الشاشة تماماً، فهذا يعني أن دوائك قد نفرد، وأنك تحتاج إلى استشارة طبيبك. النقاط الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها حول سامبيكور توربو هالر لا تقم برج التوربو هالر بعد تحميل الجرع. التوربو هالر لا يحتاج إلى الرج قبل أو بعد تحميل الجرع. قد لا تشعر بأي دواء يدخل رئتيك أثناء الاستنشاق، لكن هذا لا يعني أنك لم تحصل على الدواء. وذلك لأن جزيات الدواء بالغة الصغر، ولأنه يحتوي على كمية ضئيلة من المواد المضافة. لا تمضغ أو تعد الفتحة الأمامية للتوربو هالر. لا تقم بدفع هواء الزفير مباشرة عبر الجهاز. تحقق دائماً من شاشة مؤشر الجرعات لمعرفة عدد الجرعات المتبقية. اتصل بطبيبك قبل أن ينفذ دواءك. سيقوم التوربو هالر بإعطائك جرعة واحدة فقط في كل مرة، ولكن إذا وصلت تحريك زر المنظم الأحمر دون استنشاق، سيتحرك مؤشر الجرعات مظهراً عدداً أقل من الجرعات، ويمكن أن يصل للصفر حتى إذا كان الجهاز محتوياً على جرعات أكثر. لذا يرجى عدم التلاعب بزر المنظم الأحمر لأنه سوف يضليلك. نظف التوربو هالر مرة واحدة في الأسبوع. امسح الفتحة الأمامية بمنديل جاف لا تستخدم الماء أو السوائل لتنظيف الفتحة الأمامية. قم بمضمضة فمك بعد استنشاق كل جرع ولا تبتلع ماء المضمضة. لا تضع التوربو هالر في الماء لتعرف ما إذا كان فارغاً. الصوت الذي تسمعه عند رجل التوربو هالر هو صوت المادة المجففة وليس الدواء، لذا ستسمع هذا الصوت حتى عندما يكون الجهاز فارغاً. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يجب حفظ التوربو هالر في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية. يرجى الاتصال بالطبيب أو سيدلاني إذا كان لديك أي سؤال. يوصف هذا الدواء لمراضك الحالي ويسمى سامبيكورت توربو هالر. يكون الدواء مفيداً عند استخدامه بطريقة المثلة. لذلك من المهم جداً أن نستخدم التوربو هالر بشكل صحيح لضمان وصول أقصى جرعة ممكنة إلى الرئة. هذا الجهاز يتكون من أربعة أجزاء رئيسية. لاستخدامه الدواء، أدر الغطاء الخارجي وقم بفكه. أمسك هيكل الجهاز وقم بإدارة زر المنظم في الاتجاه الذي يسمح بالحركة حتى النهاية. ثم أدره في الاتجاه المعاكس حتى يتوقف وتسمع صوت طاقة. الآن تم تحميل التوربو هالر بجرعة واحدة. أدري رأسك بعيداً عن الجهاز وأفرغي الهواء الموجود بصدرك إلى الخارج بشكل زفير. ضعي الفتحة الأمامية في فمك وأطبقي عليها محكماً بشافتيك. خذي نفساً قوياً عبر الجهاز وادفعيه عميقاً إلى صدرك. الآن يمكنك أن تتنفس بصورة طبيعية. لكن من الأفضل أن تحبس أنفاسك لبضع ثوان إذا استطعتي. عيدي الغطاء الخارجي إلى مكانه الأصلي على الجهاز. الآن سوف أوضح لك مرة أخرى جميع الخطوات عملياً لتتبعيها بالكامل وسترين مدى السهول والسرعة التي يمكنك بها استخدام هذا الدواء. الآن قم بفتح العبوة الخاصة بك وأريني كيف ستستخدمين الدواء. لاحظي أنه قبل استخدام دوائك لأول مرة ستحتاجنا لإعداد التوربو هالر. أديري زر المنظم في الاتجاه الذي يسمح بالحركة حتى النهاية. وسوف تسمعين صوت التقى. هذه العملية تسمى الإعداد. عندما يكون التوربو هالر معدًا لأخذ الجرعة الأولى كما تم التوضيح سابقاً، يجب إدارة زر المنظم الأحمر مرتين في اتجاهين متعكسين لتحميل الجرعة. إذن لا بد من إعداد الجهاز قبل أن أستخدمه لأول مرة. نعم. هل يمكنني إعداد الجهاز الآن وأخذ الجرعة الأولى في المنزل؟ أم ينبغي أن أستنشق الجرعة الأولى مباشرة بعد الإعداد؟ يمكنك أن تأخذ جرعتك الأولى بغض النظر عن وقت الإعداد. أنا أعني أنه يمكنك إعداده الآن وأخذ جرعتك الآن أو في وقت لاحق. فذلك لا يشكل أي فرق. هل أنا بحاجة للقيام بالإعداد مرة واحدة فقط؟ نعم. ستحتاجين لإعداد الجهاز مرة واحدة فقط قبل الجرعة الأولى. إذن كما ذكرت لإعداد الجهاز سأقوم بإدارة زر المنظم مرة واحدة. نعم. هل أصبح معدن الآن؟ نعم. إذن فهو جاهز للاستخدام وكلما أردت أن أخذ جرعة سوف أقوم بتحميلها ثم استنشاقها. هل ستقومين بأخذها الآن؟ أليس ذلك أفضل؟ نعم. لا. يجب أن تمسك الجهاز في وضع قائم. لقد قمت بإدارته وإرجاعي لموضعه مرة أخرى. ها هو سأتقى. الآن بعد إفراغ الهواء من صدري سوف أستنشق الجرعة. هل استخدمته بشكل صحيح؟ نعم. لقد كان سهلا. لكنني لم أشعر بأي شيء. أليس لهذا الدواء طعم أو رائحة؟ ليس له طعم ولا رائحة. هذا الدواء عبارة عن مسحوق جاف للاستنشاق وكل جرعة تحتوي على كمية ضئيلة من المسحوق. كما ترين، هذه هي كمية الدواء الذي تستنشقه وهي ضئيلة جداً. لذلك لا تشعرين بها. كوني على ثقة أنك إذا اتبعت الخطوات بشكل صحيح، سوف تستفيدين من دوائك بصورة فعالة. يرجى ملاحظة أنك يجب أن تغسل فمك بالماء بعد كل جرعة تأخذها. هذا الدواء يحتوي على كورتيكو سيترويد ومثل كل السيترويدات الأخرى التي تستخدم عن طريق الاستنشاق. يجب أن تقوم بمضمضة فمك بعد استنشاق الجرعة المحددة من أجل تجنب حدوث عدوى فطرية في الفم والحلق. دكتور، ما هذا العدد؟ هذا هو مؤشر الجرعات الذي يوضح عدد الجرعات المتبقية. حتى على الغطاء، يمكنك أن تري عدد الجرعات. لذلك عندما تفتح العبوة، سوف تري الرقم 60 على مؤشر الجرعات. مع كل استنشاق، سيتحرك المؤشر ولكن ببطء شديد، لذلك لن تلاحظ أي تغيير. بعد أن تستخدم أول عشر جرعات، سيظهر خط وهذا يعني أن لديك خمسين جرعة متبقية. بعد استنشاق عشر جرعات أخرى، سترين الرقم 40. إذن بعد عشر جرعات أخرى، سأرى خطاً آخر، وهذا يعني أن هناك ثلاثين جرعة متبقية، ثم بعد عشر جرعات أخرى، سأرى الرقم 20. جيد جداً، عندما يشك الدواء على النفاذ، ستبدأين برؤية لون أحمر هنا، مما يعني أن لديك أقل من عشرين جرعة متبقية في جهازك. عندما ترين الرقم 0 في منتصف شاشة مؤشر الجرعات التي تكون قد امتلأت تماماً باللون الأحمر، فهذا يعني أن دوائك قد نفذ. من الأفضل أن تعود إلي مرة أخرى قبل نفاذ دوائك، ولا تقوم بتكرار الدواء بناءً على قرارك الخاص. بعد شهر واحد أستطيع أن أرى الرقم 0 واللون الأحمر في شاشة مؤشر الجرعات، لكني ما زلت أسمع صوتاً عند هزل الجهاز. ما هذا الصوت؟ هل يعني ذلك أن الدواء لم ينفذ؟ لا لا، هذا الصوت لا علاقة له بالدواء، إنه صوت المادة المجففة، وستسمعين هذا الصوت دائماً عند هزل توربو هالر حتى عندما ينفذ الدواء. هل رأيت هذا الدواء من قبل؟ كان لدي بخاخ آخر، لكنه يختلف عن هذا. حسناً، أقترح أن تقوم بفتح العبوة هنا، وكما وضحت لك يمكننا أن نتبع الخطوات معاً. لاحظ، قبل أن تأخذ جرعتك الأولى، يجب أن تقوم بإعداد التوربو هالر. لا، يجب عليك الإمساك بالجهاز بوضع قائم منذ البداية. زر المنظم للأسفل. على أي جزء ينبغي أن أضغط؟ أنت لا تحتاج أن تضغط على أي جزء منه. لكل من الإعداد وتحميل الجرع عليك فقط بإدارة زر المنظم الأحمر. هل يجب أن أدير زر المنظم إلى اليمين أم إلى اليسار؟ لا حاجة لك أن تتذكر اليمين أو اليسار ولا اتجاه عقارب الساعة. كما ترى عند إدارة زر المنظم، فإنه يدور في اتجاه واحد فقط. سأدير زر المنظم مرة واحدة فقط لإعداد الجهاز. هل يجب أن أقوم بالإعداد قبل كل جرعة؟ لا، مرة واحدة فقط قبل استنشاق الجرعة الأولى. إذن يجب أن أدير المقبض حتى النهاية وأرجعه إلى موضع الأصل مرة أخرى. هذا هو صوت التققى. إذن، فجرعة جاهزة الآن. يرجى ملاحظة أنك يجب أن تغسل فمك بالماء بعد كل جرعة تأخذها لأن هذا الدواء يحتوي على كورتيكوسترويد. يجب أن لا تبتلع الماء بعد المضمضة. حسناً. لقد اشترعنا الدواء، أرجو أن توضح لنا طريقة استخدامه. إنه لا أمر جيد أن تتعلم طريقة استعماله، لكن هذه الأنسة الصغيرة يمكن أن تتعلم بنفسها لأن طريقة استخدامه سهلة للغاية. يسمى دواء كيسا بكورتر بوهالر. يجب أن تنتبه جيداً لتتعلم كيفية استخدامه بطريقة صحيحة. من الأفضل أن تفتح العبور ونتبع الخطوات معاً. هل ينبغي أن نفتحه من هنا؟ نعم، أحسنتي. لا، يجب أن لا تسحبه. تحتاجين فقط إلى إدارة الجهاز لفك الغطاء الخارجي. أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً، وقبل أن تأخذي جرعتك الأولى فإنك بحاجة إلى إعداد التوربوهالر. كيف يمكنني إعداده؟ أدري الزر المنظم في الاتجاه الذي يسمح بالحركة حتى النهاية، وعندها ستسمع صوت الطاقة. هذا يعني أن التوربوهالر الخاص بك أصبح معدًا للاستخدام. لا، ليس بهذه الطريقة. يجب عليك مسكو جسم الجهاز. هل كان الإعداد صحيحاً؟ نعم، لقد كان صحيحاً. الآن أقوم بأخذ جرعة لأكون متأكداً من أنك تعرفين كيفية استخدامه بطريقة صحيحة. أديرها مرة واحدة ثم أرجعها لموضعها الأصل مرة أخرى. ها هو صوت الطاقة. الآن أفرغي الهواء الموجود بصدرك ثم أخذ نفساً قوياً عن طريق الجهاز. هل فعلت ذلك بالطريقة الصحيحة؟ بالضبط، الآن أقوم بإرجاع الغطاء الخارجي إلى مكانه في الجهاز. يرجى ملاحظة أنك يجب أن تخسل فمك بالماء بعد كل جرعة تأخذينها، لأن هذا الدواء يحتوي على كورتيكو سيترويد. يجب مضمضة فمك بعد استنشاق الجرعة المحددة. يجب أن لا تبتلع الماء بعد المضمضة. شكراً يا دكتور. شكراً لكم لمشاهدة هذا الفيديو التعليمي حول كيفية استخدام التوربو هالر والذي أعدته وأنتجته شركة أسترا زينيكا. هذا الفيديو تم إعداده للمرضى الذين تم وصف السنبي كورت توربو هالر لهم بغرض الحصول على مزيد من المعلومات عن الدواء وتسهيل استخدام جهاز التوربو هالر. لا ينبغي اعتبار هذه المعلومات توصية من قبل أسترا زينيكا لاستخدام السنبي كورت توربو هالر. ينبغي استخدام هذا الدواء تحت إشراف الطبيب فقط بناء على دواء الاستخدام والجرعة المسرح بهما. مع تحياتي أسترا زينيكا.